بعد لقائه رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تيبراس مدة ساعتين أعلن رئيس البرلمان الأوروبي مارتين شولتز أن المحادثات كانت صادقة وبناءة شولتز أول مسؤول أوروبي يزور أثناء بعد الانتخابات التشريعية التي سجل فيها حزب سيريزا فوزا كبيرا وكانت تصريحات زعيمها تيبراس قد أثارت المخوفة في أوروبا لحكومة تيبراس اقتراحات وتود مناقشة هذه الاقتراحات لإيجاد حلول مع الشركاء أجد ذلك رسالة جيدة جدا هدفنا المشارك هو العودة إلى النمو العودة إلى العمل العودة إلى اللحمة الاجتماعية لليونان إننا نناقش بشكل آمن ونضمن الاستقرار خلال اليومين الأولين للحكومة اليونانية الجديدة شهدت البورصة هبوطا كبيرا في قيمة المصارف لكن في اليوم الثالث لها وبعد تطمينات وزير الاقتصاد ينسفارو فاكيس الذي أكد أن بلاده لا تريد مبارزات مع أوروبا شهدت الأسواق المالية اليونانية تحسنا بسيطا ترجمة نانسي قنقر